أمور تطرأ على كثير من الناس يعدونها من نواقب الوضوء والصحيح أنها لا تنقضه ومن ذلك الخارج من غير السبيلين قل أو كثر كالدم والقيء واللعاب وماء الجروح أو غير ذلك إلا أن يكون بولا أو غائطا كأن يفتح لخروجهما مكان في البدن فإن الوضوء ينتقض بخروجهما منه ولمس المرأة أو مصافحتها لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كانت أجنبية أو زوجة أو محرمة لأن الأصل استصحاب الوضوء حتى يثبت من الشرع ما يدل على نقضه ولم يثبت ذلك في حديث صحيح وأما الملامسة في قوله تعالى أو لامستم النساء فالمراد بها الجماع على الصحيح من أقوال العلماء والنوم اليسير الذي يشعر النائم فيه بنفسه لو أحدث لا ينقض الوضوء ولا فرق في ذلك بين أن يكون نائما مضطجعة أو قاعدا معتمدا أو قاعدا غير معتمد ومن مس نجاسة فإن وضوءه لا ينتقض غير أنه لا يجوز له أن يصلي حتى يغسلها والضحك لا ينقض الوضوء فإن كان خارج الصلاة ولو في حال الاستعداد لها فلا خلاف أنه لا ينقض الوضوء وإن كان داخل الصلاة فإنه ينقض الصلاة لكنه لا ينقض الوضوء قال النووي وأجمعوا على أن القهقعة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء وقال ابن المنذر وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة وشك المتوضئ في الحدث لا ينقض الوضوء وذلك لما ثبت عن عبد الله بن زيد قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا